هذا وكشف البنك المركزي العراقي عن مباحثات وفده مع المسؤولين الأتراك في اسطنبول قال المكتب الإعلامي للبنك في بيان أن المباحثات التي أجراها وفد عراقي مشترك في اسطنبول استكملت وأنها تكللت بالاتفاق على إجراء ترتيبات مصرفية بين المصرف العراقية ونظيراتها التركية من خلال مصرف وسيطة بما يضمن التبادل الأتجاري لكبار التجار والمستوردين وإجراء الحوالات وتزديدها بعملتين اليورو والليارة التركية مضيفا كما تضمن الاتفاق على تنظيم التبادل التجاري لصيغر التجاري والتجزئة بالدينار مقابل يورو أو ليارة تركية بمجب ترتيبات بحوالات مجمعة وفق تنظيم تجاري يضمن الدورة المتكاملة للعملية التجارية مؤكدا أن مشاركة أو أن من شأن ذلك تسهيل التحويل الخارجي لآلاف التجار العراقيين وتجنيبهم العمل بوسائل غير أصولية ترجمة نانسي قنقر